موسيقى السالس عصر من التلفزيون المصري مرحبا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركية عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ في ضوء تاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وموقف تطبيق منظومة الشحن المسبق وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفقا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من اليوم استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن مبادرة الاتحاد العام لمنتج الدواجن لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة من 10 إلى 15% ونتيجة لتلك المبادرة تم تحديد سعر كيلو الدواجن الحية في المزرعة ليكون 85 جنيه وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيه على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداء من غدا الثلاثاء وفي ضوء تلك الأسعار المعلنة سيكون السعر للمستهلك بما يوازي 95 جنيه للدواجن كحد أقصى و145 جنيه للبيض أكد وزير البترول لطريق الملة أن فرص التعاون المشترك بين مصر والأكوادور عديدة ووعدة خاصة في مجال البترول والغاز جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الأكوادور بالقاهرة حيث أكد الملة أن قطاع البترول على أتم الاستعداد للتعاون مع الأكوادور في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الجانبا من جانبه أعرباء الأكوادور عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجالات البترول المختلفة وتبادل الخبرات في ظل تمتع مصر بخبرات كبيرة في مجال البحث والاستكشاف أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا بعنوان إعادة تشكيل خارطة التجارة العالمية مشيرا إلى أن مصطلح إعادة تشكيل التجارة أصبح من المصطلحات الرائعة استعرض المركز في تحليله أبرز العوامل التي تعيد تشكيل خارطة التجارة العالمية ومنها التحولات الجيوسياسية، الصراعات الإقليمية، سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ هذا فضلا عن تغير التحالفات والاتفاقات التجارية حذر وزير الخارجية سامح شكري من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطع غزة مشددا على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار 2728 وإدخال المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني وخلال استقباله نظيره النيوزيلاندي وانستون بيترز جدد شكري رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القصري لسكان غزة أو الاكتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية بدوره حرص بيترز على الاستماع إلى تقييم الوزير سامح شكري لمختلف جوانب الأزمة هذا فضلا عن المساعي التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود الوساطة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية استمرت لمدة أسبوعين في مجمع الشفاء الطبي في غزة بسحب قواته ودبباته من محيط المجمع وزعم الجيش الإسرائيلي أن العملية تنتهت دون إلحاق أضرار بالمدنين والمرضى والفرق الطبية بينما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية انتشال جثامين نحو 300 شهيد من داخل المجمع الطبي ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال نشدت وزارة الصحة الفلسطينية كافة المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي بدل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة وأعطاء الحماية للمؤسسات الصحية وفي بيان لها قالت الوزارة أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضرب قاصمة للخدمة الصحية التي تقلست إلى أدنى مستوياتها ما يحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية وخاصة بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 32845 شهيدا و75392 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي بيان لها أكدت الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال ستة مجازر بحق العائلات في غزة راح ضحيتها 63 شهيدا و94 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية مؤكدة تواصل العدوان على مناطق مختلفة بالقطاع لليوم 178 على التوالي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد قتله من العسكرين إلى 600 منذ 7 أكتوبر من بينهم 256 منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة كذلك أحصى جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 1523 جنديا على الأقل منذ بدء العملية البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر أكد موقع أكسيوس الأخباري نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيلي وأمريكيين أنهم من المتوقع أن تعقدوا الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعا عبر الإنترنت اليوم وأوضح الموقع أن الاجتماع يأتي لمناقشة اقتراحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن البديلة لاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هجوما جويا استهدف مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر دون أن يتسبب في وقوع إصابات وأكد بيان لجيش الاحتلال أن جسم طائر أطلق من الاتجاه الشرقي الإسرائيل وأصاب مبدا في إيلات ولم يحدد البيان نوعية الجسم فيما أعلنت جمعة مسلحة بالعراق مسؤوليتها عن الهجوم نهاية مجازة ثالثة من التلفزيون المصري شكر للطيب المتابعة وإلى لقاء